السلام عليكم. محمد راغب معاكم واهلا بيكم في درس جديد. في الدرس ده ان شاء الله عايزين نعرف ازاي عملنا رج وانيميشن للموشن اللي احنا شايفين ولا العربية دي. هنعرف ازاي هنقدر ان احنا نعمل نقسم العربية قطع ونعملها رج بالشكل اللي احنا شايفين وده بسيط نجيب استخدام ولا 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 وزي ان احنا نمشيها على موشن باس والموشن باس يمشي معانا كمان نعمل بيه الاكشنات ونعمل بيه كل الحركات السنوية اللي احنا شفناها في الفيديو اللي شفناها من حوالي يمكن اسبوعين. عشان نشوف الكلام ده ازاي تعمل? تابعوا معايا الدرس اللي جاتي الاخرى. طيب عشان نبدأ ان احنا نعمل الموضوع ده محتاجين ان احنا نقسم الشغل بتاعنا لكزا جروب اه وكزا تقسيمة كده مهمين جدا. التقسيم الاولانية هي ان العربية بالكامل كلها كده تكون حطيتها كلها على جروب كامل لوحدها كده. يعني عندك هنا جروب ده في العربية بالكامل اهو. الجروب التاني هيكون في الجزء العلوي فقط. الجزء ده اللي هو بيستثناء العجلات بحيس ان انت تقدر لما تمسك الجروب تاني ده تقدر ان انت تعمل الاكشن ده اللي هي الحركة السنوية بتاعتك لو انت عايز ان انت بعد كده وهي بتلف يحصل لها كده اللي هو شغل المساعدين يعني. يحصل معاك المنزر ده. فانت عايز تحط الجزء ده كمان على جروب تحت الجروب الكبير. الحاجة التالتة اللي لازم تاخد بالك منها هي انك عايز تخلي العجل بتاعك اما على جروب منفصل كل العجلة لاما كومباين. انا عملتها كومباين والدنيا مشت معايا كويس. ولازم يكون بتاعك سنترد. يعني بعد ما تمسك كل القطع دي. وتعمل لها كومباين لازم تتأكد ان انت سنتر او من موديفاي تقول له سنتر ليه الاربع عجلات. خلاص? ادي ادي الحاجة الاولى. الحاجة التانية ان انت عايز انت كده عملت ايه? انت كده عملت اعداد لعملية لكن لسه ما بدأتش في رج نفسه. فهتقوم جايب دلوقتي. السيركل ده هيكون للمنطقة او الجزء العلوي من العربية. اي كنترولر في الدنيا لازم تراعي جدا ان انت تخليه يكون معموله اه فريز ترانسفورميشن. فريز ترانسفورميشن دي مهمة جدا قبل اي كنترولر. يعني قبل ما تبتدي ان انت ترج او تربط يعني لازم تكون عامل فريز ترانسفورميشن. عشان لو اتحرك الرجل ده معك اي حركة وانت حبيت ان انت ترجعه تاني للمنطقة الصفرية فبتدوص صفر بيرجع تاني هنا مش بيرجع تاني عند حاجة كمان مهمة جدا دلوقتي برضو لازم تكون الجروب بتاعك كمان يكون هو متراعي فيه موضوع الفريز ده كمان يعني فريز برضو لا بلاش دلوقتي دي مهمة جدا لسه عايز اتكلم معنا دلوقتي لكن على الاقل تكون عامله هو كمان عشان الجلوبل الكبير اللي هيجي يمسك العربية كلها طيب خلينا واحدة واحدة المهم دلوقتي انا عايز اخلي الرجل ده لما يجي يتحرك معايا مسلا كده ولا كده يبدأ ان هو يحرك معايا الجروب ده كمان بالمنظر اللي انت شايفه ده فانا هوم جاي ماسك الشفت الكنترول بقى الجامعة هنا في الاوتلاينر بكنترول فهنمسك الكنترولر الكبير وادوس كنترول في الكيبورد وبعدين امسك الجروب الصغير واجه منكم نستفعين واقول له اللي هو مين اللي هو ربط على ترانسليت وروتيت مع بعض اما الوورينت اما الوورينت 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 بس بس فانا عايزه الاتنين مع بعض ترانسليتشن وروتيتشن مع بعض فانا قول له طيب لاحظ بقى القاتي انا ما خدتش بالي بقى من موضوع الايه ما رعتوش طيب تفضل كده بص شوف انت كده انت كده اخرج ان انت بتمرجح العربية يعني العربية كده انت مش هتقدر ان انت تعمل معها اي حاجة ليه لان انت لو تلاعز ان الجروب ده انا كنت حط بتاعته تحت هنا عند الارض طيب ده كفالي ايه كفالي الامكانية دي الحركة دي بالتالي انا كمان عايز ان انا نخلي هذا الرجل الكنترولر ده يكون مسناب او تكون موجودة برضو على الارض ايا كمان في نفس المكان تقريبا بتاع الساب جروب ده بتاع الجزء العلوي ده طيب انا مش شايف بتاع الجروب يعني انا لازم ان انا اكون مسكه طب انا همسك ده دلوقتي فانا لما بامسك ده بيروح طب البيوت دي اجيبها منين بحيث انها تفضل بينها قدامي في كزا طريقة الحقيقة انا بفضل منهم طريقة يعني الى حد ما بحيث ان هي منجزة ومباشرة جدا همسك الجروب اللي انا عايز اظهر بتاعته عشان اسناب عليها وانا واقف عليها واخش على في عندي حاجة اسمها انا عايز ابين حاجات فهنروح لديس بلي وعندي حاجة مهم هنا اسمها ديس بلي لوكال اكسس هظهر اللوكال اكسس هبص لايه ان هي ظاهرت معايا ده مش مسألة هو بيبان مكان ودي الميزة اللي انا عايز استغلها دلوقتي بس هو في الاساس مش هدي مهمته في الحياة مهمته في الحياة انه يقول لك اتجاهات الجسم فين الاكس بتاعه فين والواي والزد بتاعه فين يعني انا لو الجسم ده عمل كده مسلا فهو وانا جيت انا محتاس مش عارف مسلا نتجاهاته فين فهو في كزا وسيلة اتعرفني برضو الحقيقة غير ديها بس يعني الرجل ده مهمته دلوقتي يقول لي الزد بتاعه فين بتاعه هو مش بتاع الورلد والواي والاكس فين خلاص خلاص طب ايه الميزة اللي انا عايز استغلها بقى انه هو بقى ينفع ان انا اسناب عليه فانا لو جيت مسكت الكنترولر ودوست دي عشان افصل اللي تنمع بعض دي وفي في الكيبورد وجيت وقفت هنا بالماوس وبعدين ضغط على ضغط على الميدل ماوس بوتون وهزت الماوس هذا صغيرة دي وفي ميدل ودراج هتلاقي عاجة جميلة جدا زال اللي بيحصل كده في عاجة غريبة بتاعصى لان وهنحركه كده فماشاء الله مش عايفي دي دي ولا دي هو انا تقريبا ما عملتش اندو ما عملتش اندو ما عملتش اندو انا هنا ما عملتش اندو للجميل ده فانا عايز افك الكنسترين عايز افك الكنسترين الاول فممكن من دي ممكن كزا طريقة بردو بس يعني دي خلينا ننجز بقى دلوقتي نقوله دليت دليت باي طيب شلي كل الكنسترين من الدنيا بعدين هنمسك يا راجل ده تاني ونقول دي ودي ميدل ماوس والدراج بتاعه سناب طيب عايز تفضل مبين بقى الاكسس دي خلاص ازا انا مش عايزة هنا تبقى انا خدت اللي انا عايزه خلاص فهنقول له سلام عليكم انتي خلاص اه اوكي بعد كانت نمسك تاني سيركل كنترول الجروب او شفت لو امسك الجروب من هنا بس طبعا من الاوتلاينر هيبقى اسهل ونقول له دلوقتي لما يجي اجرب ان انا اعمل الحركة دي من خلال ان انا اعمل سليكشن للكنترولر هبص لقى ده اللي بيتهم معي طيب دلوقتي العربية عمالة ايه في يعني صباح الخير انا ممكن بقى ان انا اقضيها كده برضو مراجيح تانية فانا عايز اني اخليها تيجي هنا توقف وخليها تيجي هنا توقف فعايز اعمل للحركة احجمها اعمل لها آآ حدود فلا تتجاوزها فهو انا واقع فعل الكنترولر دلوقتي هروح للأتريبيوت اديتر في نفس التابة اللي فيها ترانسفورم نود او ترانسفورم انفروميشن بس انا مش عايز ده انا عايز ان انا روح للليمت انفروميشن فانت دلوقتي الكلام على مين الكلام على ولا ولا الكلام على فانا الكلام على فانت عندك هنا هتفتح روتيت وشوف من اللي بيلعب معاك اللي بيلعب معاك هو روتيت زد طيب وانا عايز مسلا هنخلي الجاية هنا مسلا تقريبا فيعني تقريبا لجاية عشرة لا يتجاوز العشرة بالميناس والموجب فهنجي عند المنم ونقول له لو سمحت ما تنقص عن العشرة وبعد اذن حضرتك ما تزدش عن العشرة بالموجب اعمل كده لان الدنيا تمام طب انا طمع برضو ان انا بعمل حركات تانية زي كده فهنقول مسلا تقريبا بنتكلم في مينس ستة وموجب ستة تمام اوكي ورجل الجميل ده كده خلص فهنيجي بعد كده نقول له سيركل تانية والسيركل التانية دي هتبقى خاصة بالعجلات فهنقوم جايبين السيركل دي وهول دي جي في الكيبورد وروتيت فالرجل ده بيفتح لي ايه بيفتح لي حاجة اسمها الجي دي بتفتح لي ايه بتفتح لي حاجة اسمها ستيب سناب ستيب سناب تخلينا اقدر ان انا روتيت عشرة عشرين تلاتين او خمستاشر اه درجة خمستاشر درجة خمستاشر درجة او عشرة درجة حسب ما انت عامل فانت لو مسلا انا عملت الكلام ده على فانت ممكن تدخل على الخاصة بالطول تمام فهتم دابل على عشان تدخل على بتاعتها ولما هولد جي كده هطلعز من اللي بتفتح معاك هو بتفتح معاك فهو متجاهز على خمستاشر طبعا مش لازم تتفعل يعني انا كان ممكن يفضل بقى كده طول عمره انا عملت دي وخليت هنا القيمة دي برقم اللي انا عايزه يفضل كده طول عمره فانا مش عايز كده طبعا انا عايز ان انا اه لما بس يعني اه اخش عليها المهم وادي المنظر بقى معاك هو تقريبا برضو لا يعني تنسى ان انت تقول له افضل كده طول عمر كده اقول لها كده افضل اكد عليها طيب دلوقتي انا عايز اربط السيركل دي بالعجلات ايه بقى ايم هدف الايم لما الجسم القائد يتحرك الجسم التابع يلف تمام يبقى مربوط بترانسليشن ده الايم الهدف فانا همسك ده القائد العجلة الشمال مسلا ونقول له هنا ايم خلي بالك بقى ايم دي يعني ادي اه سواء ايم او روطيت يعني سواء ايم او او لو جينا نعمل الربط ولاقينا حصل حاجة زي كده كل اللي هيحصل ان انت هتخش على بتاع الكنيسترين بتاعك وهتعلم على منتين دي وتقفلها يعني تعلم عليه عشان تتقفل الاعدادات دي ايه الاعدادات دي الفكرة كلها ان ماري بيحاول ان هو يماتش الاكسس دي مع الاكسس دي فهو مسلا ان دلوقتي شايف ان الاكسس دي مختلف عن دي فبيحاول ان هو يعمل لهم فانت بتقول له لأ اربو تسيدي على حالك انا عايز اكتبه كده تقول له اد وبعدين تجرب ده كمان وده وتدوش جي جي في الكيبورد كريبيت لاخر امر جي اللي هي اللي هي الامر ده اللي اسمه ريبيت تمام طب اهو كده الدنيا تمام تمام بس انت كده جبت للعربية ايه جبت له مقصات فانت عايز برضو ان انت تعمل لها هي كمان فهتقوم داخل على المرة دي الكلام على مين على طب ها مين اللي بيلعب معاك الاكس اللي بيلعب معاك طب انا تقريبا بتكلم في حوالي يمكن اه شايف اتناشر مازلا مينس بالمجبوة نخليها مازلا اتناشر نخليها عشرة يعني خليها حسب بقى انت يعني انا خليتها كده طيب ادي تمام خلاص خلاص طيب هيجي لك بعد كده اخر واحد اللي هو السيركل الكبير ده يبقى بقى ده المعلم الكبير ده اللي ماسك الدنيا دي كلها ده باباهم كلهم ده اللي هيطربط هو اللي هيطربط في الموشن باس لما تمسكه بتمسك الليلة دي كلها العربية بقطعها بالجوة باللي برا بايفين الكنترولرز تمام فده بيبقى اسمه جلوبال كنترول الجلوبال ده بيقود الدنيا كلها بقى في اه يعني في الوينت والاورينت والسكيل حلو حلو يبقى ما تنساش بقى ان انت تخلي ده من ضمن الجروب الكبير يعني دول دلوقتي ما كانوش جوة الجروب الكبير ده اهو برا برا الناس برا فتاخدهم الاول كده بالميدل ماوس بوتون ويتحطهم هنا خلاص الجروب الكبير دلوقتي بقى شامل دي فاضل ان ده بقى دلوقتي الجلوبال يمسك الناس دي كلها لما تمسكه فانت كأنك مسكت الجروب ده ما تعدش تمسكه من الاوتلاينر ده يعني انا هنا طبعا دلوقتي قبل اي حاجة بقى لازم اعمل فريز ده اللي خلاني في في اول الفيديو اخلي لك ان الجروب الكبير يكون فريز صفري عشان هو كمان يكون صفر وده كمان يبقى صفر لان انا عايز اربط مع لو ده دلوقتي انا عملت له فريز وكنت ناسي ان انا خلي الجروب الكبير آآ وحايت برضو زيه هتبص تلاقيه اول ما اربط القائد بيه لاما العربية تكبر او تصغر حسب بقى انت مخلي هنا كام والرج ممكن بتاعك يبوز ويدرب فعشان كده ارعيت ده من الاول المهم ان انا همسك ده دلوقتي وبعدين هدوس كنترول وبعدين من من كونسترين اقول له بيرنت فدول اتربطوا وكمان من فضلك كمان سكيل لازال انا طماع جايز جايز احب ان انا كبر او صغر جايز ان انا احب ان انا عامل كده بص مجرد ما بامسكه بنقل العربية بوضيه في اي مكان خلاص يا سيدي خلاص طيب بعد كده هتعمل البيئة بتاعتك عيش حياتك بقى ازبط فيها وبعدين هنقوم جايين هنا ربطين او عاملين نرسم كده كيرف اهو مسلا انا عامل هنا كمان مطب كده صغير فيمكن اجي هنا اراعي كده هنا يعني شوية حلوة ده ممكن برضو يعني ممكن ان انا اعرف على الجسم ده بحيس ان انا اقدر ان انا ارسم عليه يعني انا كده دلوقتي هرسم عليه هو اه بشكل مباشر يعني بقى كأن الارض دي مغناطيس وبتجذب بحيس ان انا هنا مسلا بصوا بيطلع عليه هو طلع النقط طلعت على المطب الوحدة بدل ما انا كنت اطلعها منول هو صراحة في كل احوال انا يعني كده كده بفيش شوية تصبيطات يعني المهم اطفل لايف بعد ما تخلص دايما دايما ما تنساش ان انت تطفي لايف ما تنساش بردو ممكن وانا واقف على الكيرف ده اعزله آآ تتأكد ان النقط بتاعتك السيفيز بتاعتك مزبوطة يعني عند الملفات ممكن تبصي تلاقي في آآ في يعني ممكن مسلا ده يكون مسلا كان مكانه هنا وده كان مكانه هنا في يحصل آآ ده فتتأكد بقى ان ما فيش خلاص فتوقت تزبط كده بحيس انه لان ده هيأثر على حركة العربية جدا يعني حركة اه على الموشن بتاعك هيتأثر جدا جدا يعني بالمنظر ده ومسلا النقط دي لو عايزة خليها على استقامة واحدة ودول كمان لو انا عايزة خليهم على استقامة واحدة تمام وممكن الحتة بتاعة المطاب دي برضو هنا شايف 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 هنا في اوفرلاب ابن لازين فخلي بالك من موضوع يعني دي هتبقى هنا وده هتبقى هنا ظبط نعم دي كانت سليمة على فكرة ده كده ونعمل تيست للآآ دي هنا تقريبا الدنيا لحد ما مزبوطة لو لو ما كانتسوا مزبوطة هتبصت لها الدنيا بوضت اثناء اثناء الموشن باس ساعتها هتصلح هبعدو مش ان هي حاجة يعني مش هتتصلح هتتصلح لكن يعني طالما خلاص سواء يعني في التجربة او طالما احنا بنشرح فاحنا بنوضح بقى ده وعادي يعني لو حصلت مشكلة ما فيش مش بجديل هنمسك الكيرف الكبير المراتي شفت الكيرف ده اللي انا عايزه يبقى باس ومن عند زي ما انا ومنكن موشن باس هيحصل آآ آآ الاول بس انت عايز تعمل الحركة بتاعتك على كام انا عايز اعمل بتاعي مسلا على مية وعشرين على امتين على تلتمية على الف فزبط وكده ممكن تعملها بعدين برضو لو انت غلط بس يعني اعملها من الاول بقى وخلاص هتمسك الكيرف شفت آآ الجلوبال شفت الموشن باس ومنكن استبيلنا هتقول له موشن باس اتاتش تو موشن باس هتبصت لها حصل الاسنابة دي والعربية آآ ماشي هي على الكيرف بس ماشي يعني ايه في الكنافة كده مش مش مزبطة فوانت واقف عليها هتقوم داخل على الاتريبيوت اديتور وانت واقف علي ده انت هتلاحز بقى ان هنا بقى عندك نود اسمه موشن باس النود ده بقى فيه هنا آآ اتريبيوت اسمه يو فاليو ده هو ده اللي فيه الكهات الكيل اولاني والكيل اخير هو ده اللي بيحصل عليه الموشن نفسه وده الوحيد اللي عندك حاليا بياخد قيمة متحركة ودايما اليو فاليو بياخد قيمة من صفر الى واحد انت ممكن تغيرها لكن هي ده ده طيب آآ هخش على الاتريبيوت اديتور وهروح عند الموشن باس نفسه بقى في الاتريبيوت بتاعه في الموشن باس نفسه النود النود نفسه وهو مجاه عند وتلعب تباديل وتوافيق لغاية ما الجسم بتاعك يتضبط عادة هتبقى اول تجربة ليك وبنسبة كبيرة لو انت كنت ماشي مع يعني بتاعك من البداية خلص الدنيا كانت بتضبط معاك الزد هنا والليكس هنا والله هنا وانت كنت ماشي انتجاه العربية بتاعتك او الطيارة او كان في الاتجاه بتاع الزد عادة الدنيا هتتضبط اول ما هتعلم على زد ما زبطيتش هتبتل ان انت تعمل تبديلك وتوافيقك طيب آآ نشوف كده اللي حصل حصل الموشن ههو بعدين بيحصل المنزر ده بشكل آآ تلقائي بيتم اللي انت شايفو ده دلوقتي لكن انت طمعان بقى في ما هو اكسر آآ انا يمكن بس يعني من ضمن الحاجات اللي كنت المفروض ان انا راعيها ان انا اكل لي الجروب الكبير ده يكون يعني الجروب الكبير لو طلعها زي تلاقي ان بتاعه هنحطه عند العجلات الاولى تمام لكن بتاعه مش ما تشد معاه فلو عملت دي دلوقتي وعملت كده يعني كان المفروض ان انا زبط ده من الاول طب تعال نشوف يعني آآ ايه اللي هيتم دلوقتي الفكرة في ايه بقى الفكرة ان انا دلوقتي بقى عندي آآ هو اللي بيلعب معايا اهو وعندي كمان آآ اوبشينات تانية ضريفة بسبب ان انا عامل فمسلا نيجي عند الحتة بتاعة اللي فات دي وننهي بقى يعني ايه الدرس اللي ان انت كده هيبي عندك المعلومة اللي انت محتاجة كلها فانا مسلا دلوقتي هاخد ده تمام وآآ طب صبعا يعني يمكن قبل بقى ما نعمل الحركات دي انت يمكن مهتم قوي دلوقتي ان انت تعرف طب العجلة بتلف ازاي يعني انا خليت العجلة تلف ازاي في الحقيقة برضو في كزا حاجة ممكن تخلي العجلة تلف انا في الفيديو ده خليت العجلة تلف معايا صغير جدا ربطت ربطت بي يعني ايه طيب آآ تعال اكد نشوف العجلة بتاعتك دي دلوقتي لما هجرف عليها آآ هتلاقي ان آآ في بتاع الاكس بتاعها لو قفت كده على اكس ادت وتلو اكس بريشن آآ طيب آآ نقف كده هنا نسويني كده انا كنت ربطها ربطها على لو جيت وقفت انا آآ آآ نسويني الكاش آآ عشان انا عملت التغيير دلوقتي الكاش بتاعي راح فالجس الموشن راجع تاني تقيل جدا اللي بيخلي الميزة في الفين وعشرين والفين وتسعتاشر كمان من قبله موضوع الكاش ده ان انت تدوس بلاي فيبتدي احصل فالجزء اللي تعمله كاش بص الجزء اللي تعمله كاش بتلاقيه سريع والدنيا حلوة جدا الجزء اللي ما تعملوش كاش بتلاقيه بطيء جدا فأنا بس هنا مستغرب آآ انه يعني هنا في الحتة دي آآ انا كنت عامل للعجلة دي بس انا ملاحظ ان انا مش شايفه فآ آآ او ايه بتلف فعلا بس آآ يعني اه آآ اه آآ يلا. احفيين يا ولاد. طب انا هقفل الدرس كيه اللحظة. طيب انا آآ اه اه المشكلة كانت فيه بقى. المشكلة طبعا هو المشكلة ان انا رابط العجل دلوقت بمين رابط العجل بالا بالكنسترين ده فهو الكنسترين رابط على مين رابط على التلات بتاعة الاكس والاي والزي مع بعض بالتالي بقى هما دلوقتي جواهم الانبوت اللي هو بتاع مين الكنسترين فهو مش قابل اي انبوت تاني ولا كهات ولا ولا اي بتنجان لازم ان انت اه تفكله او تحرره من اه واحدة منهم اللي تهمك انت مين اللي يهمك دلوقتي اللي يهمك الاكس طب دلوقتي في الحركة دي مين اللي يهمك اللي يهمك اه الترانسليت هو اه يعني اه كده ده لما بيحصل ده كده مين اللي اللي هيلف معاك هنا اللي هيلف معاك هو الواي الواي هو اللي هيلف معاك فانت بالتالي الاكس عايزه يكون متحرر من الكنسترين. فانا ممكن اجي هنا كليك يمين واقول له بحيث ان هو يبقى متحرر. وممكن نزد كمان يعني. انه كان انا حاليا مش عايز طيب نرجع تاني كده نشوف انا كنت عايز اقول لك تعمل ايه? او تربطهم ازاي مع بعض. الفكرة كلها دلوقتي ان انا عايز كاللي اضوع على قيمة متغيرة باستمرار تقود هي او تبقى هي دي اللي بيدي لعملية بتاع العجلة بحيث ان طول ما القيمة دي بتتغير طول ما العجلة عملة تلف هي كمان واشتري دماغي بقى خالص من القصة دي ولا اقول له بقى اه امشيها بقى ولا اعمل لانا كهات انت ممكن كل ده كل ده يتعمل لكن انا ساعتها عملت كده يعني اربطها باستمرار ومشال الهمها اللي هو اللي لما تجد يمزك الكيرف ده هنا في الموشن بايس هو هو القيمة الوحيدة اللي عمالها بتتغير باستمرار تمام فهنا وانا واقف عليها هخش عندي ادت اكسبريشل وهاخد الاسم بتاعها بالاتريبيوت بتاعي يعني اسمها موشن بايس وان دوت يو فاليو ده الاتريبيوت ده انا عايزه كنترول سي انا خليته معايا في الميموري عشان عايزه هو ده اللي يسلم الروتيشن اكس فهقف هنا على الروتيشن اكس وهروح همزك المنظر ده المفروض يعني العجلة كان يبقى مسلا نسميها مسلا اه فرونت اه رايت مسلا اه ويل مسلا تسميها زي ما انت عايز انا ما سميتها شي يعني اي اده اسمها دلوقتي ما هي مسميها الاسم ده فبالماوس بوتن هتراج واضرب الاسم ده بروتيشن اكس وهقول له يساوي كنترول في الراجل ده انا عايزه يساوي قيمة المتغيرة طيب هل لما هتقول له كريات الحقيقة هتبقى حلوة على طول في الجالب انت دلوقتي هتقول لي لا مش حلوة يا عم ده ما بتلفش هي بتلف بس يعني هو المفروض ان انت تعمل حزبة بخاصة بعملية يعني تشوف النص قطر بتاعك كان بحس ان انت تقدر ان انت لما تطلع القيمة بتاعت النص قطر آآ هي دي الحركة تبقى متوافقة مع قيمة القطر بتاع العجل عشان الاتنين يمشوا مظبوط لانما تدخل في الحزبة دي لانما كل اللي هيحصل ان انت ممكن تضاعف القيمة مثلا اللي هنا يعني انا اقول له مثلا مثلا في مية يعني خليلي قيمة ده خصوصا ان هو ضعيف جدا يعني هو من من على تلتمية فرين من 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 واحد لتلتمية بيتحرك واحد بس فانا اخليها مسلا مية دلوقتي وقول له واجرب كده تاني فلسه بنتكلم يعني بعيدة شوية المسألة فانقول له اربعمية مسلا اللفت على فكرة ايه? شايف 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 اللف حاجة بسطة جدا فخلاص يعني انت فهمت الفكرة هتعمل الاجبار ده كزا مرة انا بس يمكن هخليها لكو هنا بقى عشان الفيديو خليها مسلا بقيمة كده عالية شويتين تلاتة بحيس ان انتو على اللي تحس بها هي بتلفها ايه اخر حاجة مش خالص يعني حطت رقم كده شوية اهو خلاص فهي هتفضل تلف معك بقى وده مش هيخليك تشيل هم يعني ان هي تيجي هنا مسلا ففدني اطبوز لان هي قريدة هتفضل تلف معك مع الوقت يعني بص رقم المانوبلاتور المانوبلاتور بت يعني ايه بتتغير اهو بالشكل اللي انت شايفه ده هتعمل الاجبار ده على العجلات كلها خلاص هنا 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 في كل مرة هتاخد قيمة هتاخدها معك في وبعدين مسلا مسلا يعني هتقوم جاي هنا واقف هنا هتيجي هنا وبعدين وانت واقف على هنا هتاخد دي معاك هتعلم عليها وبعدين تقول له وبعدين هتمسك دي هتقف هنا وبعدين هتمسك المنزر ده كله بالميدل ماوس بوتون تسحبه متعملش كنترول سي كنترول في انت معاك كنترول سي كنترول في وهتقول له مسلا هربعة الاف في كنترول في كريت كلوز جرب وعمل التست بتاعك هتلاقي القيمة بتاعتك عمالة بتضاعف ايه معا كل مرة بتلف معاك ايه طيب آآ ما عادش فاضل بقى جابت انت بتاع مش هتح انتفع يعني هتيجي هنا مسلا طيب مسلا الحركة اللي جات هنا دي انا عملتها ازاي جيت بقى وقفت هنا على على الكنترولر ده وبعدين هنا في الموشن باز عندك الناس الحلوة دي ممكن برضو تستغل لهم استغلال آآ جيد جدا او هنا طبعا بقى بسبب موضوع ان ما كنتش مخليه آآ بتاع الجلوبل ما كنتش مزبطه يعني بصه متزبط هنا في النص فبالتالي لما بنجي نعمل كده دي بتلف كده انا كنت عايزة تلف حوالين العجل عشان كده الجروب نفسه الكبير كنت مخلي بتاعته هنا فانا كان المفروض آآ ان انا نخلي ده كمان متفق مع نفس دي عشان لما اجي لف العربية تلف حوالين ايه المطلوب فهو يعني في النهاية آآ يعني اعتقد الدنيا لحد ما وضعت ان انا ممكن مسلا ناجي عند الحتة دي ممكن اقول لها وبعدين عند الحتة دي ممكن مسلا يعني او ما عامل كده انا عامل اصلا اصلا فيعني لو افترضنا ان دي كانت كده وبعدين المفروض ان ده كان واخد هنا فادوست ايس في الكيبورد عند الحتة دي المفروض ان هو اللفت كده. هنا بيكون كده مسلا وبعدين لحد ما دي يعني يمكن تيجي هنا بقى تبدأ ان هي تتعدل بس طبعا يعني موضوع يعني ده لحد ما باوز الدنيا خالص بس انا مش عايز بقى اهد كل اللي تسجل. آآ وقتهم برضو لعب هنا دي في دي جمان اللي جات ما تتضبط معاك. وبعدين تم رجع ده بقى مسلا بعد مسلا شوية حلوين. تخلي رجل ده يرجع تاني صفر. فهيحصل يعني طبعا هنا اديني شكلها الى حد المهم الظريف وبعد كده هيتبتدي لو عندك مشكلة هنا عند المطاب برضو وتبتدي ان انت تصلحها بنفس الكيفية يعني مسلا هتلاقي الحتة دي كده مسلا دخلت هنا فهتبدأ ان انت تزبط مسلا بواحدة من دول هتلاقي الصيد اه فانت هتقوم مسلا عامل كده مسلا. تمام بس برضو موضوع هنرجعتنا موضوع ده بابواز للدنيا خالص يعني. تمام? يعني اعتقد ان الامور لحد ما آآ واضحة انت لو جيت بص على الحركة هنا اخدت مني يعني آآ برضو يعني شوات تجارب وآآ لجت ما زبطت معي لحد ما وقت الدرس مش سامح معي لكن نفس التكنيك اللي انا عم اللي حصل هنا هو اللي انا بشرحولك بالزبط ادي مسلا هنا شاف الكيهات بتاعة الجزء ده مسلا هنا رحتنا بخليها تميل كده شوية وبعدين آآ الراجل ده بدأ ان هو برضو يلعب يعني هنا في الاول اخد اخد كيه اللفة وبعدين بدأ يرد اتلاعز بقى ان انا هنا كنت وقت بالي يعني يعني هنا البفت بص البفت فين بص البفت فين بص البفت لما اجي دلوقتي انا مسلا احب ان انا اغير فيه آآ خلاص يا سيدي خلاص احنا قاسفين والله يعني موضوع لو ما فيش كاش ده بيزعل قوي آآ يعني بص كده اجرب معك بس كده بص يعني شايف بص اللف انا اصد بص المحور محور اللف محور الدوران عامل ازاي في الحتة دي عامل ازاي منظره يعني حلو ومنطقي مع الحركات التانية هتلاقي نفسك خلصت آآ الموضوع كله وجيت برضو هنا عند الحتة بتاعت المطب دي هتلاقييني هنا ظابط كهات كتير ظابط هنا كهات كتير جدا عشان ازبط آآ لو العجل دخل آآ جوة المطب آآ او طلع فابدأ ان انا ازبط بقى ايه الفرونت والأب وافضل بقى ازبط فيها كده اللي جايت ما العربية تطلع على المطب وتنزل بشكل آآ كويس زي ما كنا شفناه في الفيديو اتمنى ان الدرس يكون آآ يعني مفيد واتمنى انه ويكون واضح مفهوم مع ليش حصلت شرط اخطاء كده لكن ما الوقت دايق اصلا في رمضان مش قادر ان انا من اول رمضان ما اسجلتش ولا ولا درس فيعني الحمد لله اتمنى ان انتو تكونوا كلكم بخير ورمضان كريم علينا جميعا وربنا يعيد علينا وعليكم الايام كلها بالبركة والخير على الامة الاسلامية جمعاء لو الفيديو عجبك ما تبخلش علينا باللايك والكومنتات والشير اشوفكم في درس جديد جاي بازن الله اوبيب سلام عليكم